موسيقى نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية اهلا بكم صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش على مشروع قانون وافق بموجب على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية وكذا على مشروعي مرسومين يتعلقان بإحداث مندوبية وزرية مكلفة بحقوق الإنسان ومزاولة أنشطة الصناعة التقليدية التفاصيل مع وليد حميدي علوي صادق مجلس الحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة على مشروع قانون رقم 78-21 يوافق بموجبه على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية حيث قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطا أمام مجلس الحكومة نص هذه الاتفاقية تم التوقيع على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية بسترسبورغ فرنسا بتاريخ 20 شتنبر 2021 بهدف محاربة التلاعب بالمسابقات الرياضية وحفاظا على نزاهة الرياضة واحترام قواعد السلوك الرياضي من جهة أخرى صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 81-21 بأحداث السجل الوطني الفلاحي والذي قدمه سيد محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الأهداف من السجل الفلاحي من الأوراة التي هي مهمة جدا والتي ستكمل الأسس والآليات للتنزيل السياسة العمومية بصفة عامة وحتى البلورة للسياسة العمومية في القطاع للفلاح كما صادق مجلس الحكومة أيضا على مشروع مرسوم يقضي بتطبيق القانون المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية ومشروع مرسوم يقضي بتغيير المرسوم المتعلق بإحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان وتحديد اختصاصاتها وتنظيمها بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيين في منصب عال وذلك طبقا لأحكام الفصل الثاني والتسعين من الدستور في جديد الحالة الوبائية أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم الخميس عن تسجيل ثلاث وفيات ومئة وخمسة وثلاثين إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 فيما بلغ عدد المتعافين مئة وأربعة وأربعين حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وأبرزت الوزارة في النشط اليومية لحصيلة كورونا أن أزيد من مليون وسبعمائة وثمانية عشر ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى أكثر من 22 مليون وستمائة واثنين وتسعين ألف شخص في خبر آخر تم بالرباط تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي التحديات والفرص في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ كوب 26 نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد والبنك الدولي كوثر التجاري في المتابعة تم بالرباط تنظيم مائدة مستديرة حول موضوع إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي التحديات والفرص في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ نظمها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد والبنك الدولي وخلال هذا الحدث قال مدير البنيات التحتية بوزارة الصناعة والتجارة إن إزالة الكربون من الصناعة المغربية ستعود بالنفع على الفاعلين الاقتصاديين لا سيما من الناحيتين الاقتصادية والبيئية من جهته أبرز مدير شؤون تغير المناخ والتنوع البيولوجي والاقتصاد الأخضر بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدمة أن المغرب انخرط في الدينامية الدولية لمكافحة تغير المناخ لا سيما من خلال التوقيع على اتفاق باريس للمناخ مؤكدا أن الأمر يتعلق بإرادة سياسية قوية على أعلى مستوى في المغرب دائما شاد مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة السيدة بالمغرب الدكتور كمال العالمي أشاد بالدور المتميز الذي يطلع به المغرب في مجال مكافحة هذا الفيروس وذلك مقارنة بمنطقة شمال إفريقيا وشرق الأوسط نتابع المغرب متميز في مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة مقارنة بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إنه يسعى بخطاء حثيثة لتحقيق الأهداف المحددة على المستوى الدولي وكذل متعلقة بنهاية فيروس نقص المناعة المكتسبة سنة 2030 المغرب نجح كذلك في تقليص الإصابة الجديدة وحالات الوفاة إلى حوالي 50% بين سنتي 2010 و2020 وبالتالي فهو من بين الدول التي تحرز تقدما كبيرا في الاستجابة لفيروس نقص المناعة المكتسبة وفي هذا الصداد تم تحقيق هذا التقدم بفضل سنوات عديدة من الالتزام السياسي وشاركة نشطة للغياء بين الحكومة ووزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني فضلا عن تبني مقاربة قائمة على حقوق الإنسان بمشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من جهة أخرى كان المغرب من بين البلدان التي استجابت بشكل جيد لمكافحة فيروس نقص المناعة المكتسبة فترة الجائحة لسيما من خلال الاستمرار في تعزيز وتقديم خدمات العلاج بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني دولياً قال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها وهو الوكالة المعنية بالصحة العامة في الاتحاد الأوروبي قال اليوم الخميس إن سلالة أوميكرون المتحورة قد تسبب أكثر من نصف إصابات كوفيد-19 في أوروبا خلال بضعة أشهر تقرير مه الصالح قال المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها وهو الوكالة المعنية بالصحة العامة في الاتحاد الأوروبي إن سلالة أوميكرون المتحورة قد تسبب أكثر من نصف إصابات كوفيد-19 في أوروبا خلال بضعة أشهر وأضاف المركز أن هناك مؤشرات على أن أوميكرون قد يتسبب في أكثر من نصف إصابات سارس كوفيد-2 في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية في غضون أشهر قليلة ويمكن أن يدعم هذا التقدير المعلومات الأولية حول قابلية أوميكرون العالية جدا للانتقال مما يفوق حتى قدرة السلالة دلتا والتي كانت تعتبر قبل ظهور أوميكرون أكثر سلالات فيروس كورونا الرئيسية قدرة على الانتشار دولياً دائماً أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراع الفا واليوم الخميس أن أسعار الغذاء العالمية شهدت خلال شهر وامبر الماضي ارتفاعاً وذلك لشهر الرابع على التوالي وكشفت المنظمة أن هذه الأسعار تظل عند أعلى مستوى في عشر سنوات متأثرةً بالطلب القوي على القمح ومنتجات الألبان تقرير بدرزايو أسعار الغذاء العالمية تشهد ارتفاعاً قياسياً خلال شهر وامبر الماضي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراع الفاو أكدت أن الأسعار وصلت لأعلى مستوى لها في عشر سنوات حيث سجل مؤشر أسعار الغذاء 134.4 نقطة في المتوسط الشهر الماضي مقارنةً مع 132.8 نقطة في أكتوبر الماضي ويعز الارتفاع حسب المنظمة إلى الطلب القوي على القمح ومنتجات الألبان حيث أن أسعار القمح تدعمت بمخاوف بشأن أمطار في غير موسمها في أستراليا فيما سجل مؤشر منتجات الألبان أعلى زيادة شهرية بارتفاع بلغ 3.4% عن الشهر الماضي وعرفت المنتجات الزراعية ارتفاعاً حاداً العام الماضي بسبب انتكاسات المحاصيل وارتفاع الطلب ما جعل أسعار القمح تصل إلى أعلى مستوياتها منذ ماي 2011 أعلنت السلطات الصحية الأمريكية عن رصد أول إصابة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا لدوافد من جنوب إفريقيا وأوضحت المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها أن الشخص خضع لفحص في كاليفورنيا وجاءت نتيجاته إيجابية تفاصيل أوفا في تقرير عبداللطيف من طالب أول إصابة بالمتحور أوميكرون من فيروس كورونا في الولايات المتحدة ترصد لدوافد من جنوب إفريقيا فوفق المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض ومكافحتها خضع الوافد لفحص في كاليفورنيا وجاءت نتيجته إيجابية رغم أنه ملقح بشكل كامل وكانت تظهر عليه أعراض خفيفة في طور التحسن الوافد المصاب يخضع الآن لحجر صحي حيث لا تزال نتائج فحوصه إيجابية وتم التواصل مع كل مخالطيه وجاءت نتائج فحوصه سلبية كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فوتشي ذكر أن الوافد المصاب عاد من جنوب أفريقيا في الثاني والعشرين من وينبير وثبتت إصابته بعدها بسبعة أيام وتعتزم الولايات المتحدة زيادة الفحوص وتشديد مقتضايات الحجر للمسافرين الوافدين من خارج البلاد بما في ذلك الخضوع لفحص كشف الإصابة قبل يوم واحد من المغادرة وفق المراكز الأمريكية للوقاية كما من التدابير المطروحة إخضاع الوافدين لفحص إلزامي عند الوصول أو إلزامهم بالحجر الصحي بغض النظر عن نتيجة الفحص نبقى في الولايات المتحدة الأمريكية حيث ذكر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن برنامج كوريا الشمالية صاروخي والتقدم الذي تحريزه في مجال الأسلحة يزعزعان الاستقرار الإقليمي على نحو المتزايد واجأت تصريحات أوستن في مؤتمر صحفي عقب مباحثاته مع نظيره الكوري الجنوبي ردوان القاصمي وتفاصل ذكر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن برنامج كوريا الشمالية الصاروخي والتقدم الذي تحريزه في مجال الأسلحة يزعزعان الاستقرار الإقليمي على نحو متزايد تصريحات أوستن جاءت عقب مباحثته مع نظيره الكوري الجنوبي سوواكا حيث قال إن الولايات المتحدة تدعو كوريا الشمالية للمشاركة في الحوار مضيفا أن الدبلوماسية هي أفضل نهج يمكن اتباعه مع بيونغ على أن تكون مدعومة بردع فعال وتواصل كوريا الشمالية رفض طلبات الولايات المتحدة الخاصة بالدبلوماسية منذ أن تولى جو بايدن السلطة الذي عقد ثلاث قمم مع الزعيم كيم جونوان وعقد أوستن والجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة محادثات عسكرية سنوية مع مسؤولين كوريين جنوبيين وهو أول اجتماع من نوعهم بين الجانبين منذ أن تولى بايدن المنصب في يناير الماضي وزير الدفاع الكوري الجنوبي قال عقب مباحثات مع أوستن إن البيئة الأمنية المتغيرة دفعت البلدين للموافقة على تحديث تخطيط العملية الطويل الأمد لصراع محتمل مع كوريا الشمالية وكذلك لمراجعة قيادتهم العسكرية المشتركة في خبر دولي آخر أمرت السلطات في العاصمة الهندية نيو ديلهي بإغلاق المدارس والجامعات لحين إشعار آخر اعتبارا من يوم غد الجمعة بعد أن انتقدت المحكمة العليا إدارة المدينة بسبب إعادة فتح المؤسسات التعليمية على الرغم من الجودة الضعيفة للغاية للهواء مع صالح وتفاصيل أمرت العاصمة الهندية نيو ديلهي بإغلاق المدارس والجامعات حتى إشعار آخر اعتبارا من يوم غد بعد أن انتقدت المحكمة العليا إدارة المدينة بسبب إعادة فتح المؤسسات التعليمية على الرغم من الجودة الضعيفة للغاية للهواء وقد سبق أن قررت حكومة المدينة الأسبوع الماضي إعادة فتح المدارس والجامعات بعد إغلاقها نحو 15 يوما بسبب زيادة تلووت الهواء وقال وزير تطوير البيئة والغابات والحياة البرية إن حضر البناء وحضر دخول الشاحنات التي تحمل البضائع غير الأساسية سيستمر كما طالب السكان باستخدام المواصلات العامة وأدخلت حكومة العاصمة سبعمائة حافلة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي لتشجيع السكان على استخدام المواصلات العامة نختم مشاهدين هذه النشرة من بغداد حيث أعاد فنانون عراقيون الحياة لأحياء تراثية كانت مهملة في بغداد إذ يرسمون جداريات زاخرة بالألوان على جدران الأزقة الضيقة في الكاظمية في عمل جماعي ضمن فريق أثري الفراشة نتابع معا هذا التقرير لبدرزايد أزقة بغداد تتحول من فضاء منسي إلى بستان ألوان زاخر فنانون عراقيون أعادت أناملهم الحياة لأحياء تراثية مهملة في قلب الأزقة الضيقة في الكاظمية وسط العاصمة العراقية أول رسمة كانت منطقة الكاظمية طبعا هي منطقة تراثية منطقة شعبية من مشروقة نفذنا عليها فكرة رسمة البغدادية صراحة ما كنا نتوقع أن هذه الرسمة في هذا المكان ستوصل بشكل كبير خلال يوم واحد وصلت على مستوى من خلال التواصل الاجتماعي الرسوم الملونة تصور مشاهد من الحياة اليومية لسكان بغداد في الماضي إضافة لمداعبتها تاريخ بغداد الأثيل عبر رسمها شخصيات مشهورة ولدت في هذه المنطقة لتجعل تلك الرسوم أكثر جدبا ليس فقط لسكان الحي بل أيضا لعراقيين قادمين من مناطق مختلفة حجوا لمشاهدة تلك الأعمال الفنية المنطقة كانت تراثية سابقا ومرور الزمن انهملت فهذه الشباب رجعوا برسمهم للشناشيل برسمهم للشخصيات من أهل الكاظمية العمالقة أعادوا الروح لهذه الحياة وعادوا تراثها فريق أثر الفراشة يجسد عملا جماعيا فريدا أعاد الروح لأزقة أثرت عوامل الزمن والإنسان في شكلها لتستعيد الجدران جمالها وتستعيد معها شبابها المستلب نهاية نشرتنا تفاصيل أوفع عن أخبار المغرب والعالم تجدونها على موقعنا الإلكتروني m24tv.ma ترجمة نانسي قنقر